بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر تطورات الصور الصليبية التي ظهرت في منديال قطر فيفا تحضر الأزياء الصليبية في كأس العالم وتقول أنها مسيئة للمسلمين نتابع معكم آخر التداعيات المتعلقة بارتداء مشجعي المنتخب الإنجليزي ملابس وخوذات بلاستيكية ودروعا تعود لحقبات تاريخية سابقة تعرف بأزياء الصليبيين في مباراة منتخبهم مع إيران الاثنين الماضي وأثارت الجدل ودفعت بالاتحاد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الملابس التي تثير حساسيات تاريخية وثقافية نتابع معكم أيضا ما يتعلق بالحملات الصليبية التي تمت ضد العالم الإسلامي الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر أي بداية من عام 1096 وحتى 1291 كانت بشكل رئيسي حروب الفرسان فرسان المعبد أو الفرسان الصليبيين وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها وكانت حملات دينية وتحت شعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراضي المقدسة لكن عدد الحملات الصليبية التي جاءت إلى الشرق أهمها تسعة الحملة الصليبية الأولى تحركت في أغسطس عام 1096 من عدة مناطق من فرنسا وإيطاليا فمن إقليم اللورين قاد جوديفري دي بوبون الرابع أتباعه وانضم إلى الحملة أخوه الأكبر الكونت يوستاس من بولون وأخوه الأصغر بلدوين من بولون أيضا كما انضم بودوان له بورغ بن عم جوديفري والكونت بودوان وانضم إليهم العديد من القادة الصليبيين ومشت هذه الفصائل على طريق الراين الدنوب التي صارت عليها قبلهم فصائل الفلاحين الفقراء حتى وصلت القسطنطينية نهاية عام 1096 للميلاد أما الحملة الصليبية الثانية فبدأت الحملة الثانية عام 1147 وانتهت عام 1192 وكانت قد أعقبت فترة من الهدوء دع إليها برنارد دي كليفرو وكان قادتها لويس السابع ملك فرنسا وكنراد الثالث إمبراطور الجرمان أي ألمانيا وهي أول حملة يشترك فيها الملوك تعرضت فيها الجحافل الألمانية لضرب قوية تمثلت في الجوع والمرض بعد هزيمة لحقت بها أمام فصائل الخيالة التابعة لسلطان قونيا السلجوقي جوار دوريليوم كما منيت القوات الفرنسية بهزيمة خطرة بجوار خونة أنهك السلاجق الصليبيين بغاراتهم المتواصلة وفي 24 يونيو 1147 تلاقى لويس السابع وكنراد الثالث ووصية العرش مع أعيان القدس أما الحملة الصليبية الثالثة فقد داع إليها البابا جورجي ريوس الثامن عام 1187 ردا على استرداد صلاح الدين للقدس وعودتها للمسلمين وقاد الجيوش الصليبية ملك فرنسا فيليب الثاني أغسطس وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وملك الجيرمن ألمانيا فيدريرك برباروسا لكن برباروسا غرق في 1190 في نهر اللامس فتشردت صفوف قواته أما الفرنسيون والإنجليز فلم ينتهوا من الاستعداد للحملة حتى عام 1190 للميلاد وفي الطريق عمل ريتشارد الأول على توسيع نفوذه في صقلية مما وطر العلاقات مع الملك الفرنسي وأضعف التحالف بينهما أما الحملة الصليبية الرابعة فقد داع إليها البابا إنو قلتينيوس الثالث في 1202 وكانت خطة الصليبين الأولية تتلخص في دفع القوات إلى مصر لضرب القوى الإسلامية الكبرى في المنطقة ثم شن الحرب منها باتجاه القدس لكن البندقيين الذين تولوا أمر توجيه وتوفير وسائل النقل والغذاء للحملة مقابل 85 ألف مارك ذهبي أثروا في مصار الحملة ووجهوها إلى القسطنطينية عمدا لأن الصليبيين لم يوفروا المبلغ المتفق عليه وأصفرت الحملة عن تخريب وتدمير القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز الثقافة الإغريقية العريقة ولم تتخذ الباباوية إجراءات فعلية تجاه هذا الحدث وكانت تلك الحملة تمثل إنحطاط الحملات الصليبية التي أصبحت فيما بعد بحاجة إلى تبرير مقنع بعدما كانت أمرا إلهيا باسم الكنيسة الحملة الصليبية الخامسة سعى البابا أنصونت الثالث إلى بدء حملة صليبية جديدة عام 1213 فبدأ حملة وعظ دامت حتى انعقاد المجمع اللاتيني الرابع عام 1215 الذي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي تتعلق بتنظيم الحملات الصليبية وتحركت قوات مجارية وجنوب ألمانية بقيادة أندراش الثاني وقوات نمساوية ووصلت إلى عكا وتوقفت هناك حتى انضمت إليها قوات ألمانية وهولندية فتوجهوا إلى مدينة ضمياط في شمال شرق الدلتة بمصر على النيل واستولوا عليها عام 1219 وتحت إلحاح نائب البابا أونوريوس الثالث والقاصد الرسولي بليديوس استكمل الهجوم نحو المنصورة وفي ذلك الوقت بالذات بدأ فيضان النيل وفتح المصريون السد على النهر وقاطع المسلمون طريق التراجع على الصليبيين وحاصرت قوات المسلمين الصليبيين بأعدد كبيرة وغرق المئات بمياه الفيضان ووقع الصلح في 30 أغسطس 1221 لمدة 8 سنوات وكان على الصليبيين مغادر الضمياط ونفذوا ذلك في أوائل سبتمبر من نفس العام ومنية الحملة الصليبية الخامسة بالفشل الذريع الحملة الصليبية السادسة قادها الإمبراطور فيدريرك الثاني الألماني الذي أرد أن يحقق مقاصده دون أن يسحب سيفه من غمده في صيف 1228 ولم تحظى هذه الحملة بمباركة الباباوية بل حرم الإمبراطور من الكنيسة لتأخره في تنفيذ نذره بأخذ الصليب تفاوض فها فيدريرك مع السلطان الكامل مما أثر في فبراير 1229 عن صلح لمدة 10 سنوات تنازل بمقابله السلطان عن القدس باستثناء منطقة الحرم وبيت لحم والناصرة وقسم من دائرة صيدة وطورون وكانت الحملة الأولى التي لا تبارك انطلاقها الباباوية الحملة الصليبية السابعة أدت الهزيمة التي لحقت بفصائل الصليبيين عام 1244 وخسرتهم التامة للقدس إلى ترتيب الحملة الصليبية السابعة فقادها الملك الفرنسي لويس التاسع وتوجه بها إلى مصر واستمرت الحملة بين عامي 1248 و 1254 فسيطروا في البدء على ضمياط ثم المنصورة ولكن المسلمين بقيادة السلطان الصالح نجم الدين أيوب وزوجته شجرة الدر فيما بعد نجحوا في تدمير قواتهم وفي حصر بقاياهم في المنصورة حتى استسلموا ووقع لويس في الأسر حتى تم فديه عام 1250 فعاد إلى عكة وبقي فيها أربع سنوات قبل العودة إلى فرنسا بخفي حنين الحملة الصليبية الثامنة انطلق في هذه الحملة لويس التاسع ملك فرنسا في عام 1270 بعد حوالي ثلاث سنوات من التأخير وقد قام بها عدد قليل من البارونات والفرسان الفرنسيون إذ أن فشل الحملات الجلي وانحطاط سمعتها صدهم عنها حتى أن مؤرخ سيرة حياة لويس التاسع الذي رافقه في حملته السابقة رفض الانضمام إليه هذه المرة ويروي هذا المؤرخ أن نبأ الحملة الجديدة كان مفاجئا للغاية بالنسبة له شخصيا وبالنسبة للأشخاص الآخرين المقربين من الملك وأنه أذهل البارونات وكانت المعارضة مجمع عليها تقريبا واضطر الملك إلى شراء حماسة الأسياد بالمال ونذر مع الملك النذر الصليبي أبنائه الثلاثة وبعض تابع الملك الآخرين واتفق على أن توجه الحملة نحو تونس أما الحملة الصليبية التاسعة فوقعت بين عامي 1271 و 1272 حملة عسكرية قادها الأمير إدوارد وانهزمت على يد الظاهر بيبرس الذي هاجم إمارة طرابلس الصليبية استغل أبقى خان الخان مغول فارس الهدوء على الجبهة الشرقية في شن هجمات كر وفر على حدود سوريا لكنه لم يستغل الموضوع لشن هجمات كبيرة إذن تابعنا معكم في ظل تجدد ما يتعلق بزي الصليبيين وارتدائه في كأس العالم في قطر ومحاولة تذكير الإنجليز والغرب في هذه الصورة الرمزية للعالم الإسلامي بحملاتهم الصليبية والتي هزموا فيها جميعا كما تابعنا معكم حملاتهم التسع والتي باءت كلها بالفشل بل وأسر بعض ملوكهم وكان ما حققوه شيئا لا يذكر في التاريخ متابعين الأعزاء في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة